بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم من جديد على قناتي ساميرا كويزين اليوم إن شاء الله سنقترح لكم واحد العاصر اللي يكون كمية كبيرة كمية وفيرة واقتصادة في نفس الوقت غير بجوش حبات ديال تفاح وحمضة وبانانا نحصل على واحد العاصر اللي يكون ديدا رائع جدا عنده المدق لمميز وهائل اللي نصحكم إن شاء الله تجربوه خاصة وحنا على أبواب الشهر الكريم الله يدخلو علينا وعليكم إن شاء الله بصحة والسلامة ومزيد من الرزق وإن شاء الله يكون فاتحة خير ورفع لهاد البلاء هذا إن شاء الله وهد الوباء نبدو على بركة الله في استعراض المقادير مع طريقة التحضير غدي ناخد حمضة اللي كتكون حجم متوسط يكون اللون ديلها أصفر من الأفضل لأن ناخدنا حمض أخضر غيكون عنده حد لون مزوينش في العاصر من الأفضل حمضة تكون صفراء أو الليم أو القارص غسلتها جيدا بالماء باش كنحيدو أي أوساخ في القشرة ديلتها ناخد القشرة غير ديك الطابقة الصفراء فقط بواسطة سكين كتلاحظو إلا بغيتوا تعملوا هذه الخطوة بواسطة مبشرة ديل الخضار يعني بالحكاكة اللي كتكون رقيقة فكيمكن لكم غير ما تدخلوش عليها في الحكاكة تاخدو غير ديك الطابقة اللي كتكون صفراء اللي كتكون فيها اللون أنكها ديلة الحمض فغدي نستمر حتى نقشر الحمضة ديلتي كاملة ضروري الحمضة تكون متوسطة باش كي يجينا العصر ديالنا لديد إلا كان عندكم متوفر حمض حجمه صغير فممكن تعملوه جوج حبات بعد ما قشرتها غدي ندخل على ديك الطبقة اللي كتكون ديالة البابة أو اللب الأبيض كنزولو كنحاول نخدم باللموس مزيان حتى كتبالي جلدة رقيقة اللي مباشرة تحت منها العصر ديال الحمض فكنتمنى يا ربي وصفتنا اليوم لإعجاب ديالكم أكيد اللي أعجبكم الفيديو ما تبخلوش عالنا بتشجاعة ديالكم باللايك كذلك بالاشتراك مع تفعيل زر الجرس اللي ستتوصلوا دائما بجديد الفيديوهات وتبرتجيوا الفيديو مشكورين مع الأهل والأصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي بشتهم الفائدة للجميع وكنقول لكم شكرا جزيلا لأي شخص تكرم وكتب لي كلمة في تعليقات كلمة اللي كتكون طيبة ومحفزة فكنقول لكم جزاكم الله كل خير بفضل الله تعالى وفضلكم القناة كتكبر النهار بعد النهار الحمد لله فشكرا جزيلا وكتب قال كلمة ديالة الشكر شي حاجة اللي قليلة في حقكم وكنقول لكم جزاكم الله كل خير واسعدكم سعدة الدارين بعدما قشرت ديال اللوب ديال الحمد كنحاول نقطعها كيدوائر كنحيد لها ديالك العظومة وحنا كنقطعها طريفات صغار أي جزء القيناة باقي فيه ديالك اللوب الأبيض كنحاول نزوله خاصة في الوسط وكي كتعرفوه في الحمد في الرسطة الحمد وفي طرف ديالها بجوج يعني من الفوق وفي التحت ديالها كتكون واحد الطبقة كتكون غليضة بيضة كنحاول نزولوها بالموس على هات الشكل هذي نجمع اللوب ديال الحمد والقشر في ايناء وهذي نقطعها كي قطع صغيرة باش كالطيب عندي بسرعة فهذا العاصر هدا كنصحكم باش جربوه خاصة في رمضان كنحتاجوا بزاف العصائر وكيكون اقتصادي وموفير كيعطينا ما شاء الله وحا الكيميات ديال تجوج يطرو وكيكون في الماداك انتا عزوين كتعرفو هذي المكونات انتا التفاح والحامض والبانان كيتواتم مع بعضياتهم بزاف بزاف وكيجيبو لنا واحد العاصر اللي كيكون لديد كيعجب الكبير والصغير هنا بعد ما كملت وضع اللوب هذي نضيف لي واحد كيمياته و هذي نوضعوه على نار اللي كتكون مهيلة هذي ندوز هنا التفاح ما ديش نقشره غا نحتفظ بالقشر دياله و هذي نقطعوه على اربعة و كنحيد ديك الجزء اللي كيتكون فيه الزريعة و نقطع تفاح ديالي الى مكعبات صغيرة فحتى القشراء ديال التفاح غا تعطينا واحد المادا قزوين في العاصر و مني غادي نطحنوه غادي تخلي الخالط ديالنا يجي شوية خاتر او عاقد انتم غا تشوفوا التفاح عندي هنا يا حجم متوسط و يجاتكم الكمية ديت العاصر قليلة فانتم غا تضعفوا المكونات كذلك غادي نحتاج كمية من الماء و غادي نوضع الإناء كذلك على النار كين اخوات غا يقولوا اننا نخلطو الحامض مع التفاح فمل احسن كل مكوين ديره بوحدو لانه التفاح و خاصة عندي هاد الاصفر هدا فهو مرمل غادي غادي طلع سخونية مع الماء غادي طيب و غادي نطفع عليه النار بنسبة للحامض و خاصة مني قطعتوه بسكين فكين ينفيديك الطريفات متاع القشرة اللي غلاضين سيحتاجوه 5 دقايق تقريبا ديال الطياب فمل احسن كل مكوين نعمله بوحدته و كنت اكدوه بواسطة السكين إلا جاب الله ما نتابهناش للوقت فكن عملوه غاية السكين كان غرسوه هكيف القطعتها تفاح هنا را طفيت على تفاح و هنا بنسبة للحامض را باقي يمشي على عليه النار بقات لي غادي القشرة واحد شوية طيب و غادي نطفع عليها ان شاء الله فالحامض خدمني كما قلت لكم 5 دقايق بالنسبة للتفاح غي طلع الغلية صافي طفيت عليه طب هو الأول و هنا صافي بعد مما طفيت على المكوينين بعد مما طابوا عندي غادي نخلطهم و غادي نطحنهم على بركتي الله بواسطة هاد الخلاط هادا او هاد الميكسور برا منسبة لكم لو تستعملوا الكاس ديال الخلاط العادي ديال العصير اللي كيكون من البلاستيك من الأحسن تخليوا هاد المكونات حتى كيبردوا كتنزل درجة الحرارة ديالتهم عاد كتطحنهم باش مكيخسروش لكم الخلاط ديالكم كنتطحن واحد جوجد قايق حسين ثلاثة حتى كيختافيوا عندي القطع ديالتفاح و كذلك القشرة ديالت الحامض كتدوب و كتطحن جيدا باش كتعطينا النكهة في ذاك الماء اللي عملنا معاهم و هادي نحتاج دباع على بركتي الله باش نصفي هاد الخلاط هاد باش نحيدو القشرة ديالت التفاح و كذلك ديالك الطريفات انتع القشرة ديالت الحامض ضروري نصفي هاد العصير اكتر من مرة على الاقل جوجدية للمرات و كنتم مكتشوفو القوام ديال العصير كيجي ما شاء الله تقيل و كيجي اللون تعوو كيشهي في الاسفر هادي نحذف هاد القشور هادي و نرجع نصفي الى المرة التانية العصير ديالي سوف يصفت العصير للمرة التانية و ده بغد يندوزو باش نضيفو الحبه ديال الموز اللي كتواته مع المدقن تعتفح و الحامض خاصة هاد النوع هاده كيكون فيه ريحة ديالتو زوينة كي يتسمى بالموسكا فاخدتها غسلتها و قشرتها ديال نحيد لي هادك الجزء اللي كيكون فيه واحد شوية ديالك حوليه و قطعتها طريفات غدي نعملها باش تطحن و نضيفها ان شاء الله للعصير ديالي يعني شي حاجة اللي سهلة جدا وسريعة في التحضير غير العصير واحد ملاحدة اللي معروفة كي هاده خاصة اللي كيكون كيطيب على النار كيخصنا نوجدوه بكري باش كنعمله فتلاجة كيبرد باش كيتقدم يعني كيكون زوين أو منعش و كيبان حتى المدقن تعتع الفواكه منك تبرد جيدا سوفي غدي نتحن البانانا و غدي نضيفها لهاد تحنتها ما وحد شوية ديال العصير نفس العصير اللي حضرنا مع بعض و غدي نضيفها و نخلط الكل و نعمروه على بركة الله القرعي ديالنا كيف قلت لكم في البداية جوجي طرو ديال العصير اللي كيكون القوام دياله خاتر كما كتشوفو هدا هو تديك البانانا كتزيد تخترونينا ما كيجيش سائل كيجي عقد و زوين بزاف كنصحكم ان شاء الله باش تجربوه مدقن تعو لكيجي زوين بزاف و كيعجيب الصغير والكبير و هنا غدي نقسم الكمية على زوج غدي نضير واحد الكمية ديال نصف يعني ديال لترو يكون بدون اضافة ديال السكر والقرعات ثانية غدي نضيرها ان شاء الله مضاف اليها السكر فكتعرفو السكر كيبقى على حسب الرغبة كي الناس بزاو اللي كيبغيو شربو عصير طبيعي لانه صراحة ديك البانانا كتعطيه واحد الحلوة اللي طبيعية و كي اللي والابد خصو وضيف السكر للعصير عاد باش كيشربوه احنا كنحطرمو جميع الادواق و كتبقى الكمية ديال السكر على حسب الدوق و على حسب الرغبة هنا غدي نضيف السكر جوج قطع و اكيد غدي نحتفظ بالعصير في اللاجح تكيبرد جيدا و كيكون جاهز للتقديم فاول حاجة كنبدو بها ان شاء الله في الايام او الروتين ديال رمضان هي كنحضروه فيها هكا يا العصائر و التحليات عاد كنبدوه في الاطباق اللي كتكون سخونة فهذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا اللي ما شاء الله كيجي تقيل و رائع و المداقن تعو زوين بزاف كنصحكم باش جربوه اكيد ما تبخلوش عنا بتشجيعاتي لعجبكم الفيديو تخليونا لايك تشتركوا كذلك في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد وتبرتجوا الوصفة او تشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعموا الفائدة للجميع كنقولكم شكرا جزيلا على الكلمة الطيبة وهذا هو الكمية اللي حصلنا عليها ديالزوجة روديا للعصير مكونات بسيطة جدا جوش تفاحات و حامضة و بانانة و كيجي واحد المداق اللي رائع كيستحق التجربة مبقى ليه في نهاية الفيديو إلا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية و كنضرب لكم موعد فيديو قادم بإذن الله و نقول لكم أستودعكم في يدي من لا تضعوا و دائعوا و إلى اللقاء مع السلامة